إنه لا يحب المعتدين المعتدون هنا هم المعتدون في الدعاء كما أنه أحيانا تأتي آيات تبيح لنا الأطعمة وتغتم بقوله تعالى ولا تعتد في كل اعتداء بتحريم ما أحلى الله من الأطعمة فإنه لا يحب فيها إثبات أن الله يحب أقواما ولا يحب أقواما خلافا لمن يذكر غير ذلك من أهل البدع والضلالات إنه لا يحب المعسنين الله يحب ويبغض الله يحب المعسنين يحب الصابرين يحب العبد المؤمن التقي النقي الخفي يحب معالي الأمور ويكره سفسافا ولا يحب أقواما الله يحب التوابين يحب المتطهرين هنا قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين المعتدون هنا على رأي كثيرين من العلماء هو المعتدون في الدعاء للاعتداء في الدعاء صور ما صور الاعتداء ليس كل دعاء جائز إنما هناك أدعية يكون الدعي فيها مخطئ مخالف ويأثم إذا دعب هذه الأدعية فإذا اعتديت في الدعاء فستأثم كأن شخصا مثلا يأتي يقول مثلا على سبيل المثال اللهم أهدي إبليس اللهم أهدي إبليس طيب ربي قضى أن إبليس في النار ربي قضى أن إبليس في النار فمن صور الاعتداء أن تدعو بما لا يليق بك أيضا تدعو مثلا تقول اللهم اجعلني أعظم رسلك أعظم اللهم اجعلني رسولا اجعلني نبيا والنبوة قد ختمت بنبينا محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم متسليم النبوات قد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لشخص أن يدعو لنفسه بالنبوة ولا يجوز لشخص أن يقول يا رب آتيني الوسيلة والفضيلة الوسيلة والفضيلة منزلة لواحد فقط هي للرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من صور الاعتداء في الدعاء أو تسأل ما لا يليق بالبشر اللهم اجعلني أطير في الهواء أو أمشي على الماء كل هذا ليس لك وهذا اعتداء في الدعاء وكذلك أن تدعو بما لا علم لك به من ذلك أن رجلا أو أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال عبد الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هناك أقوام يعتدون في الطفور وفي الدعاء يعني في الوضوء بدل ما يتوضى ستاس مرة توضع شيء مرة وفي الدعاء يسألون ما لا علم لهم به كما أفاده الشراح أن ذاك فمن صور الاعتداء في الدعاء أن تدعو أيضا بالاسم وقطعة الراحم تدعو على المسلمين تقول الله مهزم المسلمين هذا دعاء اسم تأثم عليه وكذلك من صور الاعتداء في الدعاء أن تدعو بالمستحيل أن تدعو بالأمر المستحيل أو الأمر الذي خص به بعض الأنبياء كما قال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهاب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ينبغي لأحد من بعدي فإذا دعوت بدعوة سليمان هذه تأثم وتخالف وتعتدي في الدعاء فالأدعية مثلا كانت تقول مثلا وذاق فيه كثير من العم اللهم اهدي الناس كلهم خطأ إلا إذا كنت تقصد بالناس ناس مخصوصين اللهم الله اهدي الناس كلهم اهدي الناس جمال غلط لأن الله قال هو الذي خلقاكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن والاعتداء من صوره رفع الصوت بالدعاء المبالغ فيه وقد سمعتم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا الدعاء بقطيعة الرحم كذلك يأثم فاعلوا يستجابوا لأحدكم ما لم يدعوا بإثم ولا بقطيعة رحم ادعوا ربكم تضران وخفية إنه لا يحب المعتدين وهم المعتدون في الدعاء ترجمة نانسي قنقر